سلام من الله عليكم وتابعي قناة المستكشف لا يستطيع أحد شرحها لا أعرف عنك لكني أحب مشاهدة التلفزيون أو أحيانا حتى مشاهدة فيلم أثناء تناول العشاء عائلة هيرنارديز في نيو ميكسيكو تشبهني تماما على ما يبدو ولكن بدلا من مشاهدة المسلسلات الكوميدية أو الأفلام القديمة اعتادوا على مشاهدة لقطات CCTV الحية من العديد من الكاميرات المنتشرة داخل وحول منزلهم كان ذلك خلال أحد جلسات العشاء أثناء مشاهدة البت المباشر لكاميرات المراقبة فإذا بهم يرون شيئا غير قبل لتفسير حقا جاءت الخلاصة من كاميرا كانت تصور ساحة انتظار أمام منزلهم مباشرة في اللقطات يمكنك أن ترى بوضوح ما يبدو وكأنه رجل يسير من اليسار إلى اليمين رجل بمعنى أنه يشبه شكل الرجل لكنه شفاف بشكل مريب بالطبع شعرت العائلة بالحيرة بسبب ما انتقطوه في الفيديو لكنهم لم يتمكنوا من شرح ما حدث اختفاء لارس ميتانك ذهب المواطن الألماني لارس ميتانك إلى بلغاريا لقضاء إجازة تشتد الحاجة إليها مكث هو وعدد قليل من أصدقائه في البلاد لأكثر من أسبوع بقليل ولكن قبل أيام قليلة من العودة إلى المنزل دخل لارس في مشادات مع عدد قليل من السكان المحليين بما تركه مصابا بتمزق في طبلة الأذن كانت الإصابة شديدة بما يكفي ليقرر تأجيل رحلته إلى وطنه والبقاء بضعة أيام أخرى بمفرده في بلغاريا والذي ربما يكون أسوأ قرار اتخذه في حياته لم يصل لارس إلى موطنه في ألمانيا ويبدو أنه اختفى من على وجه الأرض آخر ما رأاه أي شخص كان في لقطات كاميرات مراقبة في المطار شهد وأنه يتصرف بغربة شديدة كما أفاد موظف المطار في ذلك الوقت في البداية يمكنك رؤيته يدخل المطار بحقبته الأمر الذي يبدو طبيعيا بدرجة كافية لكن سلوكه تغير فجأة عندما ذهب لرؤية طبيب المطار أثناء وجوده في العيادة أفاد الناس أنه بدأ يتصرف بشكل غريب وأظهرت اللقطات أنه يركض من المطار تاركا وراءه كل أغراضه ولن يرى مرة أخرى لا يزال مفقود حتى يومنا هذا ويعتبر أشهر شخص مفقود على اليوتيوب الغرفة 209 لطالما كان وجود الأشباح موضوعا للنقاش لن يكون أي قدر من الكذب كافي للمؤمنين ولا يوجد دليل منموس للمشككين الحقيقة هي أن معظم ما يسمى بالدليل القوي على الظواهر الخارقة يمكن تفسيره بالكامل ومع ذلك لا تزال هناك مقاطع الفيديو التي تثير الجدل مثال على ذلك هو هذا الفيديو الذي يزعم أنه غرفة مسكونة للغاية في فندق وينجيت في إيلينوي الفيديو مؤرخ عام 2003 ولكن أول تحميل وجدته على يوتيوب كان في عام 2012 وفقا للقائم بالتحميل جاء الفيديو من مدير أمن الفندق أثناء الخدمة ليلة الإضطراب وفقا له بدأ الأشخاص المقيمون في الفندق في الاتصال يشتكون من سراخ عالي قادم من الغرفة 209 من الواضح أنه تم إرسال الأمن للتحقق من ذلك ولكن في الطريق إلى الغرفة 209 تم إبلاغ الضابط الأمن أنه لا يوجد أحد حاليا في تلك الغرفة في الفيديو نرى الضابط يقترب من الغرفة فيما تسمع السراخة من الداخل على الرغم من إخباره بانتظار الشرطة قرر الضابط دخول الغرفة بنفسه عندها يمكن رؤية ضباب مثل الشكل يخرج من الغرفة ويتوقف السراخ قال الكثيرون إن الفيديو تم تزويره وفبركته ولكن حتى يومنا هذا لم يتم تقنيم أي تفسير معقول للحدث عازف البيانو لقد كان الاستكشاف الحذري نوعا من البدعة على مدار السنوات القليلة الماضية حيث امتلأ موقع اليوتيوب بقنوات مخصصة للاستكشاف الحذري في معظم الأوقات نرى لقطات للمباني القديمة المتداعية والممتلكة المنسية لا شيء غير قابل للتفسير على وجه الخصوص ولكن في بعض الأحيان ستظهر بعض اللقطات التي تتحدى الجميع في هذا الفيديو قرر اثنان من المستكشفين الحذريين التحقيق في كنيسة قديمة قيل إنها مسكونة وأخذ قرارهما للقيام بذلك في الليلة وهو أمر لا يخمنه أي شخص لكن اللقطات التي حصلوا عليها مخيفة بالتأكيد حيث تم تواجد الكنيسة القديمة في أعماق الغابة لذا قلة قليلة من الناس زاروا الكنيسة على أمل شق طريقهم إلى برج جرس الكنيسة فالتقالوا عبر أنقاض الكنيسة القديمة وتحدثوا بعصبية عن الأجواء المرعبة للمبنى في الظلام والكآبة تبدو البقايا المتربة لدار العبادة السابقة بالتأكيد مثل الإعداد لقصة الأشباح إلا أن استكشافهم ينقطع عندما بدأت أصوات البيانو تتغلغل في الهواء ألقوا نظرة خاطفة على الباب فوجدوا شكلا غامضا منحنيا فوق البيانو شعر المستكشفون بالرعب وسرعان ما ركضوا نحو الباب تاركين الموسيقى الشبحية وراءهم الآن هذا مقطع فيديو يصعب شرحه بالتأكيد بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة في عام 2017 هذه اللقطات المقلقة التي شهدت هنا نصرت على قناة يوتيوب على قناة يوتيوب الفخر الخاصة بجان جام وبدأت تنتشر عبر الإنترنت تظهر امرأة تقف ثابتة فوق شجرة طويلة جدا نظرا لأن المتفرجين يشاهدون من الأسفل يبدو أن المرأة تتمدع بتوازن ملحوظ حيث يمكنك أن ترى بوضوح أن ذراعيها مطويتين خلف ظهرها ولا تستخدمهما أبدا لدعم التوازن لأن الكثير أن اللقطات كانت مزيفة وأنه كان مجرد تمثال وضعه شخص ما في الشجرة كمزحة حتى ظهرت لقطات لها وهي تتسلق الشجرة بالفعل كان هذا كل شيء أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى لقاء في فيديو آخر شكرا 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 شكرا